يعني دور مهم ودور محترم ودور حقيقي يعني ليه علاقة مباشرة بالحفاظ على البيوت وإعمار البيوت المصرية لكن إحنا سمعنا كذا مصطلح وحدة لما الشمل وحدة الإرشاد الأسري بنك الفاتوى إيه الفرق بينهم وإيه خصائص كل مسمى من اللي أنا قلته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام والسيدنا صلى الله عليه وسلم طبعا سعيد بوجودة مع حضراتكم ورحب السادة المشاهدين جميعا صلح لي بس الأول لمولانا لأنها أهل وأهل الزكر وليس أهل العلم أنا بعض الزكر ربنا يبارك في حضرتك في الأول مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية هي فكرة تم أطلقها فضيلة الإمام الأكبر وتم إنشاء المركز في 2016 تقريبا كان الهدف منها مواكبة العصر يعني دخول الفتوى في عالم السوشال ميديا وعالم التكنولوجي والتطور زمان لما كان حد يحب يسأل على فتوى كان يجد صعوبة إما يروح لمشيخة الأظهر الجامعة الأظهر ضر الإفتاء وكان موضوع بيبقى فيه صعوبة النهاردة بعدما تم إطلاق مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية ممكن من البيت يتم اتصال مباشر واللي يتصال على 19.96 يترد عليه رد مباشر 19.906 وتم استقبال المقالمات وعضو فتوى يرد رد مباشر على المستفتين ده من ناحية الهاتفية وهذه صفحات معينة لسا كنت أتكلم أهو فعندنا استقبال هاتفي وعندنا استقبال فتوى نصية عن طريق بقى النصية عن طريق إما رسائل عن طريق مثلا الفيسبوك وكل صفحات السوشال ميدي بالإضافة لده تطبيق الفتوى أبليكيشن خاص باسم مركز الأظهر بيتحمل مجاني وتم إرسال السؤال عليه المستفتين اللي عاوز ييبعث أي سؤال اسمه ايه تاني فانه؟ تطبيق مركز الأظهر العام للفتوى الإلكترونية بنزل التطبيق على أي علموش تطبيق ويبعث السؤال ويجي له الإجابة مباشرة يعني كده عندنا التطبيق وعندنا فتوى للفيس وغيرها ده بالنسبة للنص فكده احنا عندنا استقبال فتوى هاتفية واستقبال فتوى نصية المستقبل بقى المركز نفسه داخل المركز فيه أقسام الفتوى وتخصصات فعنده تخصص للعبادات المستفتي عايز يسأل في حاجة خاصة بالعبادات فيدوس على رقم واحد يروح لواحد متخصص قاعد دارس وباحث وشغال بقى له فترة وتدريب على قسم العبادات بكل الأسئلة والفتوى اللي موجود فيها المعاملات المالية أحوال الأسرة والمواريث وهكذا وعندنا قسم خاص للشبهات والفكر اللاديني بدأ المركز يستقبل الاتصالات والمكالمات تمت احنا بنعمل بندرس الاتصالات الواردة فبقى فيه عندنا ملاحظات أن فتاة والطلق وأحكام الأسرة كبيرة جدا وفي مشاكل كتير جدا من هنا جات فكرة إنشاء وحدة لم الشامل تماما